دلاتي نروح مع حضرتكم لموجز لأهم وآخر الأخبار مع لمية فضالية لمية شكرا هدير الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبسيط إجراءات الاستثمارات الصناعية وبالتواصل المستمر والمنتظم مع مكتعمة رجال الأعمال وتذليل كافة التحديات التي تواجههم بهدف دعم قطاع الصناعات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بتعزيز نشاط المجمعات الصناعية للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الانتاجية ووجه الرئيس السيسي أيضا بتذليل أي تعقبات قد تواجه شباب المفتثمرين خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذنا لتوجهات الرئيس السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بدأ وفد طبي مصري بإجراء عمليات كبرى ونوعية في كل منه مجمع أشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبية ويستمر عمل الوفد الطبي لمدة عشرة أيام لإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية في مستشفى غزة فضلا عن مساعدة التواقم الطبية الفلسطينية وتقديم كافة الخدمات الطبية لسكان القطاع يأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطن القطاع وفي ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تطوير مسارات التعليم الفنية والتقنية والتدريب المهنية يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي مشيرا إلى حرص الحكومة على استكمال جوانب التطوير وفق معايير الجودة العالمية من خلال الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص وخلال اجتماع له استعرض مدبولي خطة النهوض بالتعليم الفنية والحرفية والتوسع في المؤسسات التي تقدمه بمستوى متمامة حث الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنسكي قواته على أخذ المزيد من الأسرة من الجنود الروس قائلا إن ذلك سيسهل إطلاق صراح الجنود المحتجزين لدى روسيا جاءت تصريحات زلنسكي بعد ساعات من تنفيذ الجانبين إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرة حتى الآن التبادل 218 محتجزا من بينهم 108 نساء قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية أن القصف الروسي قطع الكهرباء مرة أخرى عن إحدى محطات الطاقة النووية بمنطقة دينيبرو وحسب ما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس جيميجال فإن ضربات روسية استهدفت منشاءة حيوية في ثلاث مناطق أوكرانية منها لعاصمة كييف لما أدى إلى انقطاع الطيار الكهربية في مئات البلدات تستعد فرنسا اليوم لإدراب عام خصوصا في قطاع النقل والوظائف العامة يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات في باريس ضد غلاء المعيشة على خلفية نقص المحروقات هذا وأعلن الوزير الاقتصاد والمالية برونو لومير بأنه ينبغي تحرير مستودعات الوقود والمصافي التي تم منع الوصول إليها أعربت رئيسة الوزراء البريطانية لستراس عن أسفيها لأخطاء ارتكبتها في الملف الاقتصادي وأكدت تراس تمسكها بمنصبها لما فيه من المصلحة العامة يأتي تصريحات أتراس بعد مرور ستة أسابيع على توليها رئاسة الحكومة البريطانية والتراجع عن خطتها لتحقيق النمو الاقتصادي عبر خفض الضرائب وذلك بعدما تسبب الإعلان عنها باضطرابات في الأسواق فضلا عن انقسام كبير في حزب المحافظين إلى جانب انتقادات حدة من حزب المعارضة طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش بانهاء المعارك في منطقة تيجراي بإتيوبيا قائلا إن الوضع يخرج عن السيطرة ودعا إلى الانسحاب الفوري للقوات الإيرترية من الصراع مشيرا إلى أن العنف والدمار بلغ مستويات مقلقة للغاية وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخيري مصر بعد الفاصل انتهى موجز الثامنة وضع باقي فقرات صباح الخيري مصر